الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقبل أن يترأز وفد لبنان في القمة العربية الاقتصادية استقبل رؤساء الوفود المشاركين ومن بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس الموريطاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعلى هامش القمة التقى الرئيس الحريري كلا من رؤساء الوفود الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء صباح الصباح ووزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الفريق الأول الركن بكري حسن صالح وعرض معهم آخر المستجدات المحلية والأقليمية بالممتاز وصف رئيس الوفد الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري لقاءه برئيس الحريري المنصوري أشار إلى أنه جرى التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات ولبنان ولسيما النظر بالاستراتيجية الخاصة في جذب الاستثمار إلى لبنان والتعاون في مجال بناء القدرات بينما تقدمه كل من الدولتين في هذا المجال والاستفادة من خبرة الإمارات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التعاون والشراكة في المجال السياحي الرئيس الحريري استقبل رئيس وفد جزر القمر وزير الخارجية محمد سويف الأمين وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين أعمال القمة ومجمل الأوضاع السياسية محور لقاء الرئيس المكلف برئيس تمام سلام ورئيس فؤاد السانيورة الذي انضم إليهما لاحقا ترجمة نانسي قنقر